موسيقى 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 من الاسم قلنا معناها formation يعني ايضا ممكن اقول معناها تسلب وتمعدن وتكون عظم أيضا معناها تمعدن وتصلب calcification is the name given to the process العملية of mineralization تمعدن of the bone matrix hardening تصلب bone tissue is made of extracellural matrix and cells النسيج العظم يتكون من خلايا وإكسترacellural matrix the bone cells ثلاثة أنواع osteocytes osteoclasts osteoblasts نبدأ بال osteoclasts osteoclasts هي أحد الثلاث خلايا الموجودة في العظام are cells that break down bone tissue clast mean break إذن في عندي خلايا تكسر نسيج العظم تخيل الآن الطفل الصغير الرضيع جمجمته صغيرة جدا كيف تصبح كبيرة إذا ما كان في عندي خلايا تكسر من الداخل وخلايا أخرى تبني من الخارج إذن لابد يكون عندي في جسم الإنسان خلايا تكسر في العظم هذه تسمى osteoclasts وعندي خلايا أخرى تسمى osteoblasts are cells that build bone tissue هذه تبني النسيج العظمي osteoblasts secrete تفرز collagen fibers and other matrix components which then harden by calcification تتصلب عن طريق هذه العملية تصلب طيب الآن عندي خلية أفرزات collagen fibers وماتريكس وحصل للماتريكس calcification هيصير لها trapping ايش معنى trapping انها تحاط تكون محاطة ومحاصرة trapping يعني محاصرة تحاصر الخلية بهذا الماتريكس المتصلب إذا حدث هذا الشيء صار لها trapping أصبحت خلية ناضجة وأصبح عندي نسيج عظمي وصارت تسمى osteocyte إذن osteocytes كانت osteoblasts لكن أفرزت وأنمت العظم وتمت محاصرتها بهذا النسيج المتمعدن موجودة محاصرة داخل تجاويف تسمى هذه التجاويف لكيوني تسمى ماذا لكيوني بكرة يجيك نسيج عظم إنسان مصاب بكانسر تعمل إلى مقاطع تضعه تحت المجهر تنظر تحت المجهر تبحث ربما ترى ماذا أكيد إذا كان النسيج طبيعي خلايا osteocyte داخل تجاويف تسمى لكيوني osteocyte وظيفتها تحافظ عليه تصين الكلاسيفايد ماتريكس وتحصل على المواد الغدائية من أوعية دموية عبر قنوات صغيرة تعبر تخترق الكلاسيفايد ماتريكس يعني أيضا في نسيج العظم في الشريحة راح ايش تلاحظ خلايا osteocyte محاطة بماتريكس داخل كافتي يسمى لكيوني هذا اللكيوني متصل بقنوات صغيرة فيها أوردة وشرايين وأعصاب تسمى ماذا كنالكيولاي تسمى كنالكيولاي أوستيوكلاست تسمى ماتريكس تسمى ماتريكس ويسرح تسمى 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 طيب هل نأخذ مراجعة سويا ولا نكتفي بهذا القدر نكتفي بهذا القدر طيب وفاكم الله ودمتم بخير اشتركوا في القناة